تبعت المباراة كجمال مغاربة لأن فارق رجاء بداوي كانت يمتل مغاربة وتيمتل كرة القدم الوطنية بكل صراحة اللاعبين تدودك شي عليهم يمكن الليليميناسيون كانت في كازا لأنه محقوش واحد نتيجة إيجابية لكن جوجو 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 مفدك ملعفو ذك الدوروف بكل صراحة كانت نتيجة جيد إيجابية ولاعبين راجاء بينه بأنه عندهم ذك الشخصية دي الفارق الكبير لحد بتاتم في الأخير في الضربة ترجحية الفارق في فاق سطيف لكن الغريب هو أن أخا كانت لكاليفيكاسيون دي سطيف ولكن تكارف سودك الناس ما فهمش لقدر لكون داست الراجاء يمكن أن نشوفو شي حاجة بيغ من ذاك شي تبدو أن نقول بأننا إخوة مع إخوة مع الجزائريين لكن يعني في كل مرة وفي أي فرصات يبينوا بأن يعني تيكنوا بكل صراحة واحد الحقد مع عرش ناو مزعم الدوافع دياله إن جاء المنتخب جزائري اللعب هنا الفارق تجي هنا تكون تتكبر في المستوى يعني ما مع مرة حصلته ولوية ما تسجلته ولوية يعني حالة الاعتداء على الجماهير وللعبين للفارق الجزائري اللي جاءت لعبات في المغرب لكن للأسف ذاك شي اللي شفنا في لف شوف تيفي ولف يعني في قنوات أخرى ولف صحفة كل صراحات يبين بأن خصنا الرجوع لأوراق ديالنا نتعامل باش نتعامل مع الفارق اللي تتقبلني عندها لف جزائر ولف حتى في دول إفراقية أخرى يعني ما تيليقش بالعلاقات اللي تنقولوا سواديزون أخاويا ما بين شعب جزائري والمغربي نتمنى أنه لا كافة هذه مرة تنصف يعني الكرة قد مطواني على الأقل بمعارش توقف يعني المسؤولين ديال الفارق الجزائري اللي نادك شرد دار وصمات عار على الجابين الجزائري يمصف عن مشاغل الناس ديال رياضة نتمنى أنه يعني إحنا كجامع هيرين ما نتعترش بهذا الشيء ونقدر الله جاشي فارق الجزائري والمغربي نمردولهم ساعة ساعة كما تقولوا لكن نستقبلهم كيف مقبل ونخللوا الكور عندهم لأن هذا الشيء يدار بكل صراحة لا تدارش ألمنا إحنا كمغاربة فبالأحرار الناس يعني اللي لعاناوا لا صحفيين ولا لاعبين ولا تقام تقني نتمنى أن هذا الشيء متعود يتكرر تأسفنا كتير بكل صراحة قبل ما تخرجوا تابنوا في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبرتاجوا الكونتوني في الغيزو سوسيو وبلا ما تنسوا تديروا جام ولا بغيتوا تشوفوا شاشة تشوف تيفي انسامبل كليك في هاد البوطن وما فيها بس إلا خليتوا شي تعليق تعبروا في على أراكم اقتراحتكم وحتى انتقادتكم